السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعي قناة افكار شيكو معلش عارفة اللي بتاخر عليكم في الفيديوهات بس المتابعيني عارفين ان لما بتاخر برجع تاني بفيديو جامد جدا وحصري قبل ما ابدأ الفيديو عايزة اشكر متابعيني ومتابعين القناة اللي عددهم دلوقتي بقى اكتر من 100 الف مشترك عايزة اقول لهم شكرا جدا على متابعاتكم للقناة وان شاء الله اوعيدكم بمجموعة بيديوهات حصرية ودي ده ان شاء الله الفترة اللي جاية فيديو النهاردة هشرح فيه وبكل الدقة والتفاصيل والامانة زي ما عاودتكم طريقة عمل الشلال اللي انتو شايفينه قدامكم ده ده يلفع يكون دي كور للبيت ممكن كمان يتحط في البلاكونة المنزل او لو البيت فيه جنينة هو زي ما انتو شايفين كده فيه زرع وكمان فيه اضاقة وصوت حلو جدا جدا للشلال صوت المية طبعا مريح جدا للأعصاب واسمعكم نقاء الصوت ان شاء الله في اخر الفيديو وبالنسبة لطريقة العمل هشرحها دلوقتي بطريقة مبسطة جدا وسهلة قوي قوي وعلى فكرة كمان هي مش مكلفة خاصة يلا نبدأ مع بعض بطريقة العمل بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة عشان اعمل القعدة بتاعة الشلال بالجنينة هستخدم فيها لوح كامل من الفلين المضغوط انا قصى من الجنبين زي ما انتو شايفين كده علشان اعمل بس مجرد ان انا اعمل شكل مش اكتر للشلال بس احنا لما هنيجي نشتري كده كده هنستخدم اللوح كامل وطبعا لازم هنحوط اللوح ده بصور برضو من الفلين يعني تقدروا تشتروا اتنين لوح من الفلين مش اكتر من كده وده طبعا رخيص جدا مش غالي انا بفضل لما تيجوا تشتروا الفلين انه تشتروا الفلين المضغوط مش العادي علشان يستحمل التقل اللي هيتحط جواه الادوات اللي هستخدمها في تثبيت الصور هي عيدان الشيش طوق طبعا كلنا عارفينه متوفرة في اي منزل ولو مش موجودة هنلاقيها في السوبر ماركت ورخيصة اوي وكمان هستخدم معي غيرة ابيض تعالوا نشوف ازاي هنحوط الصور بتاعنا طبعا بعد ما ندهن الغيرة كويس ونحط عيدان الشيش طوق ونسبتها هحط عليه اي حاجة تقيلة بحيث ان هو ينشف معي ويشد بسرعة جزء جزء كده لما عمله سيبه ينشف شوية وكمل باقي الصور بتاعي بنفس الطريقة وعلى فكرة انا سألت عالشلال ده في محلات كتيرة اوي سعره مبلغ فيه جدا جدا انا هقول لكم ان شاء الله على كل اسراره اقل تكلفة كمان وكمان في افكار برضو كتيرة اوي ممكن تتعامل بالشلال ده ممكن نزود المياه ويتحط فيه اسماك زينة بس انا فكرتي النهاردة كانت ان انا اعمل ديكور بالزرع وشلال المياه كده بس حتى لو لاحظته عملت لون المياه لون ازرق انا عايزة كل واحد بقى يبدع ويطلع الافكار الجميلة اللي جواه وعايزكوا تعملوا الشلال بتاعي واللي يعمله هطلب منه طلب ان هو يبعته لي على الفيسبوك علشان اتفرج عليه انا بفرح طبعا بالحاجات دي جدا لينك الفيسبوك هتلاقوه ما وجود عندكه في صندوق الوصف طبعا مستنية كمان تعليقاتكو الحلوة وعايزة اعرف رأيكو ايه في الشلال ولو في اي حاجة مش واضحة في طريقة العمل وانا بعملها او الادوات اللي استخدمتها اكتبولي برضو في التعليقات وانا هرد عليها كلها باذن الله وللسه ما اشتركش معايا في القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلوكو ان شاء الله الفيديوهات القادمة ووعيدكو بمجموعة الفيديوهات حلوة ما تنسوش كمان اللايك والشير هنا بقى انا بعمل شوية دي كورات للشلال برضو استخدمت فيها الفلين هعمل شكل كده زي سلم على الجنبين بالقصائص طبعا متبقية برضو من القطع المتبقية عندي هاخد منها وابدأ اسبتها على الصور من فوق بالكامل طبعا بعدان الشيش طوق والغيرة كل ده طبعا اختياري زي ما قلتلكو ان الديكورات دي كل حد ينفذ الفكرة اللي في دماغه والشكل اللي هو عايزه خلاص كده بعد ما خلصنا الصور بتاعنا كله طبعا متقلقوش من مشكلة الفراغات دي انا هحلا هلكه دلوقتي حيلا هسيبه ينشف شوية وبعد كده هحضر العجينة بتاعتي الخطوة الاولى ان انا هحط الاسمنت بتاعي ده اسمنت ابيض وهعجنه بمية عادي خالص لحد ما تتكون عندي عجينة مش متماسكة جامد ولا سيلة يعني وسط ودي الخطوة الاولى اللي انا هعملها ان انا هداري بيها الفراغات اللي اتعملت ودي هتكون اول طبقة من الاسمنت الابيض بعد ما داري الفراغات كلها نوح الفلين كله هبدأ ان انا اعمل نفس الخطوة دي تاني هجيب برضو الاسمنت الابيض وعجنه بمية بس المرة دي هزود عليه لون طبعا اللون ده اختياري انا هعمل لون الشلال بتاعي على بيجات وبنيات بعد كده اي قطعة قماش موجودة عندنا في البيت مش عايزينها وتكون كمان قديمة هبدأ ان انا اغمرها كويس قوي قوي بعجينة الاسمنت اللي انا عملتها وابدأ افردها على قعدة الشلال بتاعي وانا بفردها الاحظ انها تكون بشكل متعرج عشان تدي للشلال شكل حلو جدا طبعا هكمل اللوح كله وكل الجوانب وكل الفراغات كلها لازم تتملي بالاقمشة قبل ما سيبه ينشف شوية هعمل برضو بنفس العجينة هبدأ ان انا احط طبقة من الاسمنت طبقة كمان اخيرة بحيث ان هي تشد معي كويس جدا بحيث ان القماش مع الفلين يتمسكوا مع بعض تماما ومايبقاش فيه اي فراغات خالص ولاحظ ان انا افضل محتفظة بشكل التعرجات اللي انا عملتها بالقماشة الخطوة اللي بعد كده ودي طبعا مهمة جدا ان انا لازم اسيب اللي انا عملته ده كله ينشف فترة كويسة جدا يفضل مثلا اقل حاجة 6 ساعات بحيث ان يشد معي ويكون جامد قوي مايكونش طري خالص قبل ما ابدأ الخطوة اللي بعد كده بعد ما سبته ينشف انا سبته بصراحة من بالليل للصبح خلاص كده بقى جامد معي وماتين هتديله بقى كده تطشاط لون اخيرة دي الوان دوكو انا اخترت اللون السيلفر واللون الدهبي الفاضي والدهبي هتلاقوه متوفر عند اي محلة من محلات بيع البويات وبرضو هكرر تاني الالوان والديكورات دي كلها اختيارية انا حبيت بس ادي لمعة للشلال بتاعي وهسيبكو دلوقتي مع شكل الشلال كده بالبطيق عشان تشوفو الشكل النهائي قبل ما ادخل على الخطوة اللي بعد كده نيجي دلوقتي للقالب اللي هيتحط فيه الشلال والمية والقالب ده هيكون عبارة عن بلاستيكا زي كده دي بلاستيكا مطبخ طبعا متوفرة في محلات بيع الادوات المنزلية وما فيش بيت طبعا بيخلى من البلاستيكات دي كلنا عارفين مش ضروري طبعا تكون جديدة خالص ممكن تكون بلاستيكا قديمة كنتي هترميها عندك هعمل عجينة بس المرة دي بقى من الاسمنت الاسود مش الاسمنت الابيض وبرضو بفوط قديمة عندي هغمرها كويس في الاسمنت وهبدأ اغلف البلاستيكا بتاعتي من الخارج برضو بنفس اللون وما كانها هيكون في نص قاعدة الشلال بالزبط طبعا قبل ما تنشف هضيف عليها برضو اسمنت تاني علشان تشد معايا وتمسك كويس جدا وبعد ما تنشف هديها برضو تطشاط اللون الفضي والدهبي علشان كلها تبقى نفس الشكل الشلال بقى نفسه مش هتصدقوا ده تعامل من ايه؟ ده تعامل من اربع ازايز بلاستيك زي ما انتوا شايفينهم كده احجامهم مختلفة وهقطعهم بالقطر اكبر ازازة عندي فيها دي تقريبا ازازة لاثنين لتر هفتحها من القاعدة عشان دي اللي هيتحط فيها الانبوبة بتاعت مضخة المياة الغطفة ودي هنشوفها مع بعض حالا وهنشوف طريقة تركبها كمان انا بالكوية طبعا الاول اخدت مقاس الانبوبة بتاعتي التيوب بتاعتي وبالكوية هبدأ اعمل افتح دايرة على قد مقاس الانبوبة بالضبط وهقطع على قدها بعد مقطعها عشان نمنع اي تسريب نهائي من المكان ده هلزقها بمسدس الشمع طبعا الجزء العلوي اللي انا قطعته من الازازة هبدأ احطه عليها بالعكس زي ما انا بورهولكو كده بالبطيق دخلته جوه وطولت حتى التيوب بتاعتي الانبوبة بتاعتي علشان دي اللي هيخرج منها الماي اما بقى الازاز بقى بتاعتنا التلات ازاز التانيين هقطعهم بالترتيب كده تنازلي من الكبير للصغير الازاز دي كلها كده هتتحط على قاعدة غير القاعدة اللي غير البلاستيكة اللي احنا عملناها هنجيب بلاستيكة تانية برضو قديمة اصغر بقى شوية هتتحط جواها وهفتحها اربع فتحات من كل ناحية تلاتة منهم مش هيكونوا مقفلين للاخر دول عشان يسمحوا بمرور المية عشان المية تدخل جوه طبعا اما الناحية الاخيرة فهفتحها لحد الاخر لان دي اللي هيركب فيها مضخة المية الغطسة طبعا الفتحة اللي تحت هي فتحة شفط المية اما الفتحة اللي فوق هي اللي هتطرد المية وهتطلع لي المية بتاعتي وهنشوف برضو طريقة العمل وهنركب كل حاجة مع بعض ما تلقوش الازايز اللي اتقطعت دي هغلفها طبعا بكيس بلاستيك وهغلف الكيس من بره بش كارتون وده لمنع تسريب المية ادي بقى الموتور بتاعي اسمه موتور مية غطسة وده هتلاقوه في محلات بيع مواتير المية هو صغير حجمه صغير مش كبير و28 واط وده بيشتغل بفيشة طبعا بيشتغل بالكهرباء وده وظيفته دخل مية من اسفل لأعلى وتركيبه هو طبعا هحطه في ناحية الفتحة اللي انا قلتلكو عليها اللي هي هتكون مفتوحة لحد تحت واللي فوق دي هتكون فتحة طرد المية اللي هركب فيها الازازة الكبيرة فاكرينها اهي اللي حطينا فيها التيوب او الانبوبة بتاعتنا اللي هتدخل في فتحة الطرد بتاعة الموتور زي ما انتو شايفين كده الخطوة اللي بعد كده ان انا هجمع طبعا الازاز بتاعتي جنب بعض بالشكل ده طبعا بشكل متناسق بحيث يسمح بنزول المية ولفة حواليهم شكرتون وطريقة التغريف طبعا اكيد كلنا حفظناها طريقة عمل الشلال بالاسمنت والقماشي القديم وهنغطيهم بشكل متعرج وجميل كده علشان نديلهم برضو بعد كده طبقه من الاسمنت اخيرة عشان يمسك مع بعض جميل وبعد ما ينشفه برضو بألوان الدوكو هديهم تطشاط لون كده علشان اللمعة ودي طبعا اختيارية زي ما اتفقنا وبعد كده بعد ما ينشف هبدأ اخد بقى الشلال بتاعي بالمطور بتاعي اللي انا حطيته جواه وابدأ احطه في البلاستيكا بتاعتنا اللي جوه قاعدة الشلال وابدأ بعد كده ازود الميا بتاعتي عايز اقول ملحوظة بالنسبة للميا لازم نزود الميا كويس جدا بحيث ان هي تغطي المطور من جوه وتعديه وده هنعرفه منين المطور طبعا جواه احنا مش شايفينه بمجرد اول ما نحط الميا هنسمع صوت المطور عالي بمجرد ما الميا تعلى عن المطور خلاص صوت المطور هيروح تماما مش هيطلع له اي صوت نهي طبعا انا حطيت في الميا بتاعتي لون وبرده ده اختياري حطيت لون ازرع عشان عايز اعمل كده لون جميل وشكله حلو للشلال بعد كده هزوق بقى الشلال بتاعي عندي تربة انا شرياها من سوبر ماركت دي تربة مش طبعية دي تربة صناعي زي ما انتوا شايفينها كده هبدأ حطها بقى في الجوانب الفضية بتاعة قعدة الشلال الكبير اللي هي كانت من الفلين لو فاكرينها بعد امامنا القعدة كلها بالتربة الصناعية بتاعتي عندي بقى شريا زرع بتاعي زرع صبار كده ده زرع طبيعي هبدأ احطه في التربة بالبلاستيكة بتاعته بشكل طبعا معين والطريقة معينة وطبعا الذكورات دي زي ما اتفقنا ازواء وافكار كل واحد بقى يبدع فيها انا حتى كمان كان عندي حوت سمك قديم بس الحوت خلاص يعني الله يرحمه فاخدت بقى الزينة اللي كانت جواه برضو زينة صناعي برضو لونها اخضر فاحمر برتقاني حاجات كده الوان متدخلة في بعض عشان تدي شكل حلو قوي للشلال هحطهم طبعا وزواءهم بالطريقة اللي تعجبني واللي اشوفها مناسبة وده تقريبا هيكون الشكل قبل النهائي للشلال انا برضو في حاجة اختيارية حطتها زيادة من عندي اشتريت فرع لد من عند الكهربائي انا حطيت الاول فرع بيبي لايتس كده بس يعني خلى الشكل بصراحة مبهرج وما كانش حلو فشلته فجبت الليد ده الليد ده هادي وحلو قوي حطيته حوالين كده القعدة من جوه طبعا بيشتغل برضو فيشة هيديني اضاءة حلو قوي للزرع هيبين الزرع وهيبين شكله برضو بطريقة كويسة طبعا ده برضو اختياري زي ما اتفقنا وده الشكل النهائي للشلال يارب يكون يعجبكو وهشغلهلكو دلوقتي علشان تسمعوا صوت المية وتشوفوا الاوداءة وتشوفوا الالوان وتشوفوا الشكل النهائي وزي ما قلتلكو والله ما تكلفش فلوس كتيرة خالص بالعكس تكلف حاجات قليلة جدا مقارنة بانكو لو روحت اشتريتو من برا فعلا هيعدي الاف الجناهات يعني انا مش عايز اقولي الرقم اني ما سمعتو عشان انا اتخضيت مش عايز حد يتخض بس ده ما تكلفش حاجة تقريبا حاجات بسيطة جدا ودي كور حلو قوي وبرضو تقدروا تحطوه في البلكونة بتاعت البيت تقدروا تحطوه في البيت نفسه لو في مكان كبير لو في حد عنده جنينة يقدر يحطها حلو جدا وبيشتغل طبعا بالفيشة يعني مش ضروري يشتغل اليوم كله ممكن نشغاله جزء من اليوم هسيبكوا تستمتعوا بالشلال بس ما تنسونيش بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان الفيديو يفصل لناس كتيرة قوي قوي بنية الافادة وشكرا لكم جدا سعيدة ان يكونت معاكم والسلامة للفيديو اللي جاي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة